ترجمة نانسي قنقر هاتي اخوتي يا فوت الولاية نازلة معاك بميوها اسفر تطلعوها بميوها ازرق يعني تيجي ازاي يا عم كان ازرق ازاك يا عضي يا ابراهيم ازاك يا عضي يا ابراهيم ناجي باشا اعطالله ازاك يا باشا وحيشي ايه عطي حضرني وانت مبلود من فرحتي ده انا مش مصدق عناي يلا بايره دومك وتعلي انا مستنيك في اللومة حمامة فين ايامك يا باشا انا مسياتك ما قلتليش احنا هنبدأ انت يا باشا نبدأ ايه نبدأ التمرين كل حاجة هتعرفوها في الوقت المناسب نعرفها وفي حد غير يا باشا ايه الباشا الكبير وعم الشباب كلها والله انت منور شرم حسام المصري ابراهيم ايه يا راجل والنابي النطة اللي انت نطيتها في الأولمبياد دي ده انت كان شكلك عبيت قوي بعد ازاك يا باشا انا ماشي استنى يا باشا يا باشا انا مقعدش مع الأشكال دي في مكان واحد الواد ده لسانه طويل وعليه النعمة هضرابه وانا لحد دلوقتي تعمل اعتبر لوجود سيادتك شوف يا باشا احنا منتشطرش غير على بعض انت كنت تشطر على الواد الأمريكاني اللي خاد منك المدالية والله يا باشا لو تشوف منظره هو بتضحج على الأرض تفتس على روحك متضحك ده انا كنت اهموه يا ده هتغاب عليك يا لأ ايه ده انت هتضربني ولا ايه؟ اخرس يا كلب انت وهو هتضربه بعض قدامي اوه ده براهيم خدامك يا باشا اوه ده حسان اوه هقعد فيك واحد واحد هنفصله هنا ولا ايه؟ بداية من يالة بنيلة زي وشكو هنلحق علي لفكرت اعتمد على عائل هبلي زيوب اعتمد يا باشا علي وانت مغمط انا سداد الشغلان اللي انا عايزكو فيها دي عايز رجالة طالما الشغلان عايز رجالة باشا هي ما هيعمل معنا ايه؟ شوف يا باشا شوف هو اللي بيجر الشكل ازاي وانا قاعد ساكت لا انا راجل قاوي بتاع اولمبياد واسأل شرم كلها على ابرئيم العزقلاني ده بيجو بتطلب ولو عايز تشوف الرجولة اوريها ده تورين ايه يا ادي اهبل انت ناس اخر مرر ارنك علقت موت مانت عشن خدتيني على اخوانه بس لو راجل راجل وش الوش والمصحف اللي علم عليك اخرص يا كلب انت هو محدش يكلم فيكم انا بس لاتكلم هنا عضرة باشا عضرة باشا عضرة باشا هناك فقط انا بسوا يوم انا بسوا يوم ها نعم يا موز يا باشا بطعنا كلام سيبتك ايه بقى يا باشا الشغلانة اللي حضرتك عوزنا فيها بالزبط اول حاجة لازل تعرفوها الشغلانة دي ممنوعة فيها لأسئلة تماما مفهوم مفهوم يا باشا بس ايه بقى هي الشغلانة نفسها اللي ممنوعة فيها لأسئلة هتبضل طول عمرك غبي يعني يا باشا بقولك ممنوعة لأسئلة برضو بتسأله مش هتقدم استقلتك من الوتيل قبل ما نمشي هتقدم استقلتي ما هتقدمت وتقابلت يا باشا اظن بعد اللي حصل ده مش هتمسكه بايا قوي وانا افراقي يعني عشان نبدأ الشغل على طول احنا ناخدها اسح كده لغاية برا حالة وإلا حنلاقي قامل الوتيل كله فوق دماغنا ماشي يا باشا يلا بكباتي نوريني جمالنا اطتك احنا في البركين يا باشا قادي ازاك يا باشا يا أستاذ يا أستاذ هم رحوا فين نعم هم رحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا فيه تلاتة نايمين هنا ما حدش يصحيهم لا أنا بتكلم على الاتنين التانين ابراهيم والود اللي كان معاه حسام ايوة حسام وابراهيم مالهم رحوا فين في الزمالة عاملين شغل زال فل السلام عليهم انت مش خارج أداب خصم عابري يا باشا ايوة يا باشا طالع الأول عالدفع بامتياز طيب ما تعانتش مويد لي شو ما راح دا زميته في الكافتيريا يا باشا انت مالك انت انت إلي دا خلك الباشا بيسألنا أنا هيكون لي يا باشا الوسائط عينه الخامس والسادس والسابع ولاد الأسادزة ولاد الأسادزة ولاد الأسادزة انت كنت عايز تتعاين معيد إبراهيم عاوز الحق يا باشا قلت أحسن إن جات منهم وإيه حكاية الطالبة اللي زبطوا معك في الكافتيريا دي دي عالم من نفسنا يا باشا جواها سواد وغل بعيد عنك دي بقى ضربت النجاح اللي بيقولوا عليها ضربت نجاح يا فاشل قد نزل في الجرنان وعليها الصورة قد كده يا باشا مكتوب تحتيها فضيحة إبراهيم العزالاني يا باشا أنا معرفهاش البت كت قاعدة في الكافتيريا وداخل وما فيش غير أنا وهي أسيبها تفيص قعدت دلك لها رقابتها وعمل لها تنفس الصناع فجأة روحوا داخلين عليها واخديني على أمن الكلية لعبة ومعمول عليها يا باشا غاوي انت تنفس الصناع يا براهيم هو مش موضوع غاوي بس حدقتك حط نفسك مكالي لو لقيت واحدة بتموت قدامك وفي إيديك تنقذل هتسابها تموت يا باشا أكيد هتعمل لها تنفس الصناع ونظام ده لو فاطس هتعمل له تنفس الصناع برضو لها دي تغور في ستين داهية ده أنا لعمل تلا التنفس الصناع ينفع سنة اللي تقاتل انا شايف تحسن بس احنا ماشيون ببطء شوية كم ممكن نعمل شغل أحسن من الجد بص انت أهم حاجة بتاكل بغباء وتشيل حديدة إيه وتفرج على نفسك بقى قولي انت بتاكل لحمة قد ايه كيلو في اليوم كم كيلو كيلو وده بقى مستورد ولا بلا دي أنا عارف هلو بتحطي الدم البزيحة لأ طالما كده بقى ألفة هنا وشيفة ومطرح ما يسري امرأ بوكبات يالله كمي لوانش بص بقى انا هسيبك شوية خامس ديه كده ورجعلك ماشي يا باشا ساعتك تؤمر ساعتك بس بعتولي في الجيم هنا لموتت أسبوعين وانا هرجعه لك بطل عالم في كمال لكساف مش هتعرفوا ساعتك خالص الله يخليك عارفك يا باشا انا مبلش عندي اي حد في الجيم كل اللي عندي أولاد ناس كبار ناس بشاوات زي حضرتك يعني الله يخليك يا باشا مع السلام يا تهم فيه ايه كنت عايز سلفة روفيه سلفة يا ابني انت لسه واخد الراتب بتاعك مليكش تلات اربع تيام لحية تصرفتو ايوا دول تمنمين جنيه تمنمين جنيه هيعمله ايه انا باكل لحمة بس في الشهر بألف جنيه وتاكل لحمة ليه ما الناس كلها مقطع اللحمة ايه ما بتقراش جرايد ما بتشوف في تليفزيون ما احترامل حضرتك الدنيا كلها تقطع اللحمة الا انا انا لو عملت كده هبوز اللي بقالي سنين بعمله وجسمي هيروح وانت تاكل لحمة غالية ومتسعين جنيه ليه ما فيه لحمة صومالي ولحمة اسيوبي وفيه لحمة كمان مجمدة ورخصة جدا وكويسة ان شاء الله كل لحمة حمير هو انا اعتردت ارقوف بيه اسمع تهامي انت تكايف حالك على الراتب اللي بتاخده وتمشي امورك على كده بعدين انا هحللك مشكلة اللحمة ازاي اذا كاية الدولة نفسها مش عارفة تحل مشكلة اللحمة احللك انا تهامي ارجع لشيولك انا مش فاضي اشتركوا في القناة